استغفر الله العظيم من كل زنبان العظيم يعين عليك يا ابني خلاص عاملين ربطية عليه وعاوزين تتحاطوه ده انتو ناس تعملون حظر التجول والله يا با الحج يعني لو كنا ممكن نعمل كده كنا عملنا والله يا با الحج يعني احنا كل همنا انه يلتفت لبيته وعياله ولينا وين سا بقى حكاية الجواز دي حتى انت كمان يا هدى استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لا 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 يا با الحج اوعى تفهمني غلط انا بس كل خوفي يا بنتي حقك جوزك وعاوزة تحفز عليه حقك ايوا يا با الحج يعني انت حتساعدنا ولا ايه ثم الفيني الضلع التالي بتاع العصابة عصابة ما تتخضوش انا بهذر ياولاد يا با الحج خليك معايا وقولي حتساعدنا ولا ايه ايوا حساعدكم الان لا اضحك عني شوية والله يا با الحج احنا كل اللي عايزين نعرفه هو بيخرج يروح فين مع مين وما فيش منع يعني لو خرجنا معاه وورينا الدنيا ايوا صحيح وبدل ما احنا قاعدين هنا في البيت وهو عمال برا يشوف كتير والله يا ابني ده غلبان والله يا غلبان اللي بيصهر وانا بيروح اي حتة يا حلاوة ايه 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 امال اللي بيتجوزهم دول بيطلعوا له فين في البخت في ايه انا انا شرفني علم عندك ما جايز بيتكعمل فيهم طب ايه رأيوكم ان الجوازة الاخيرة دي شافها في المطار وهو راجع من العمر اه نصيب ده يعني ايه يا بالحق؟ يعني مش هنعرف نخرج مع عازها يا اي ستة متجوزة بتخرج مع جوزها؟ طيب اه انا عني فكرة ايه ايه يا بالحق ايه؟ انتو مش عاوزين تلبدونه وتخلوه ما يبصش برا خصوصا في الاماكن اللي فيها ستات؟ اهوه ده بس اللي احنا عايزين حيز كده انا هدلوكه عالسكة موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله تعالى فوازة تعالت نفسك ليه بس يا حبيبي؟ السلام عليكم يا مدامة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تمنى عليه؟ الحمد لله سلوانا التعبان اهوه فوازة الحكاية كل ما ده بتزيد مصفت متقولش كده ده ربنا مفيش احن منه في الدولة ده اختبار من ربنا يا مدامة هو كده ربنا ما بيحب عبد بياب تليه وانا قلبي حاسس انه ان شاء الله يقوم منها زي الفل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وما قالوا لكم هيعمله ايه؟ انا مستني ان نتيجة التحليل ونعرف بعد كده هنعمل ايه؟ يا حل ولا قاتلنا بالله ان شاء الله خير ربنا ما فيش اكبر منه وصفت صدقني وانا حاسس انه هيقوم منها هيبقى زي الفل وبدأ يفتحينيها اهو فتحينيها على وشي بسم الله ما شاء الله انت كويسة بطل؟ الحمد لله كويسة عبد بسم الله ايه ما شاء الله وشوف ضحكته زي البدرة ايه ما شاء الله انا عايزك شوية يا صفو تعالى بعد اذنك يا مدام تعالى فهم قول الحمد لله الحمد لله ايه الاخبار؟ انام ولا لسه تعبار؟ نام وصحي وضحك ولعب معايا كمان ما قالوش نتيجة التحليل امتا؟ على اخر النهار كده ان شاء الله ان شاء الله خلصت كل اللي قلت عليه الحمد لله هو ايه ده اللي تمام؟ مالكش دعوة انت بقى انت مالك انت كل اللي مطلوب منك دلوقتي تقعد جنب ابنك تهننه طب طب عليه وتخف عنهم تخفف عنها شوية ها؟ اه في الظروف اللي زي دي الراجل لازم بقى زي عمود الخيمة صالب طوله ومضلل على الكل ما ينفعش بقى تنخي كده من قولها ولا ايه؟ مظبوط يا حج ما خايف عليه اهو يا جماعة ما شفتوش كان عامل ازاي؟ شوية يا سخنة وشوية بيترعش ما بقيتش عارف اعمل ايه؟ كل العيال كده يا صفو كل العيال بتاعي صفو دي اسمع كلام فواز وجمت شوية عشان ابنك وعشان مراتك وعشان نفسه الله يا باهلا ما بقيتش كويس مش عارف يشيل ما يديت ضريبة يا اخوانا ضريبة الابوة ولا انتوا فاكرين بقى كلمة بابا اللي بتجنننا يا دي ببالاش كده لبينا ما عايك الحمد لله يا حمد لله يا الله كوليا كفايا يا حيات على كده هتكنف كليا حبيبي واهدم بألفة هنة مطرح ما يسري انت شقيا وتعبان ولازم لك غذة انت كده مش بتغذيني بتزغطينه كأنك هتبقيني عليك انت بتقولو ده بس يا علي ووحنا لنا حس من غيرك وبعدين يا خيها كله من خير ربنا خليك ليا حيات ويخليك لنا يا علي يا رب كل يا نوح كل يا حبابتي بس انتش رجلت كده بتحجمي على حاجة عاوز تولي لي حاجة يا عوزة تطلبي حاجة اطلبي انا عناية لك تسلم عينيتي يا علي انا بس نفسي تسمعني بالروحة كده من غير زع مش قلتلك دلع بقى اتروحها جان جرى ايه يا علي وانا بتدلعك يا اخوي على طول طب انا عاوز اقولك على حاجة لأ اقول لي انت عايزة تكلميني فيه اللي هو علاقة بالشغل يا رب ما اتكلمش فيه اصلا ليه يا علي ليه هو الشغل عيب مش عيب بس لما بقى مأثر في حاجة ايه بتزيد الشتاء مش حكاية مأثر ولا ناقصني حاجة انا محتاجة اشتغل حاسة ان الحكاية دي هتفرق معايا قوي يعني انت عاجبك شكلي اللي بقى زال خدمين ده يا علي نفسي حس اني بعمل حاجة مفيدة وهي تربيتك لعيالك حاجة مش مفيدة السكتات كتيرة بتشتغل وبتربع عيالها عادي يعني وبعدين انا معايا شهادة يعني ممكن اشتغل في اي حتة يا حيات انا مش عايزك تتبهدلي في الشوارع يا علي ولا بهدلة ولا حاجة والله رب اقولك ايه بقى يا ريت تقفل على السيرة دي دلوقتي وصيبين اخش اقيل شوائي عشان عندي مشاور بالليل كتير اقولك ايه بقى يا علي انا زهق ومش قادر استحمل الحبسة اللي انا فيها دي ممكن اكلم بابا او فوازي يساعدون حلو اهوي ادي كول دي فواز اخوتي اروح اقول ليله بقى واللي يقولك علي بيتعالي قولي لا عليه بس والنفك عشان خاطر سيبين اقيل شوائي عشان مشاور بالليل ما تأكل يا نور كولي يا حبيبتي وانا لازم اأكلك بايدي لا 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 الحاجة فواز مش ممكن يعمل كده قبل يا بتي يا ابنى هو انت مش كنت قادر معانا وبالحاجة بيقول بعضمة لسانه بس تصدقي هي برضك فكرة حلو قوي واحدة ياختي كده منينا تروح كده على سنجة عشرة وهي نفش ريشة ريشة ايه ده ليه تنفش ده على اساس انك فاهمة بيعملوا قفل بتاع ده ولا ايه اه طبع انا اما انت فاكرة ايه عارفة طبع ده سمو ديفلي ده اللي هو عرض الازياء اللي هو النسوان تبقى لابسة كده وقاعدة تتفرج على البنات رايحة جاية كده بالازياء بتاعتها بتقوم انت كده قاعدة بقلاطة ولما يعجبك حاجة تشوري عليها بردك بقلاطة وانت بت انت عرفتي حاجة دنين طبعا من التلفزيون ليه هو انت تاكراني جهلة زيوكو لم نفسك يا ساميح الله الحق علي اني بانواركو يا انهار شكلك شفتش بي وحشك يا ساميحا ليه يا حبيبتي لا انا حسكتلك بردك المرة دي انا عايز اجرب اتسكتلك لا اله الا الله لا اله الا الله يا جماعة ده وقته استغفر الله العظيم يا رب لا طبعا مش وقته شيطان ودخل علينا فجأة لا اله الا الله حقك علي يا حبيبتي ما تزعليش وانت ما تخديش على خطرك مني يا روح بقولك ايه ما تجيبي بوز انا مش عارفة البرود اللي انتو في ده يا اختي اسم الله وانت شمعنا يا اختي المرة دي مش عاللاها بقى الحج فواز الحج فواز اللي ما بيسبش فرد وبيستور بيت ربنا كده ويملس على بابه يعمل ان انتو بتقولوا عليه ده يعمل ايه يا بيت انت مالك على طول ما افواران لنا كل حاجة كده مش عارفة ايه المشكلة ده شغل عادي يعني هادي ايه بس الحج فواز هيجيب بنات ويمشيها كده قدام الناس وتتقصع بهدومه يا بنت تتقصع ليه ده حيلبسوا العبايات والطرح ولو الحج برضو ما يعملش كده ولو فكر لازم نقفل وينفهمه انه كده ماشي في سكة حرام حرمت عليك عشتك يا بعيدة ان شاء الله سدهاي بنت يا هودا ان انت فقرية انت يا بنت عايزة يرمي علينا يمين الطلاق كلنا في طلعة واحدة سيبك من البنت الهابلة اللي قاعدة جنبك دي وركزي معايا واقولي لي البتاع ده بيلبسوله ايه لا 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 انا مش راح المكان ده خالص خلاص يا حبيبتي تتركني علي جنب بعيالك وهتعودي مع العيال كلها بقى مرة واحدة خلي كبار يتكلموا الله عليكي وعلى مزاجك قوليلي يا عناي حتلبسي ايه